دائما ما نتفاجأ بظهور الإعلانات والترويجات لأمور نحبها أو نهتم بها عبر مختلف المواقع والمنصات البضائع التي كنا نفكر فيها ونبحث عنها نتسأل كيف عارفوا وعلموا بذلك ولماذا يتم تعقب نشاطي عبر الإنترنت ومعرفة اعتماماتي الشخصية المقولة الدارجة هذه الأيام هل أجهزتنا يتم التنصت عليها وعلى حياتنا الخاصة أم لا للإجابة على كل هذه التساؤلات ينضم إلينا من الرياض فيصل السيف مقتص في أخبار التقنية صباح الخير فيصل جيمس بوند التقنية صباح الخير سألنا نحن كذا سؤال واتوقع هو اللي نبغي كلنا نعرف الإجابة منك يا فصل كيف تقنيا هذا الشيء ممكن؟ جميل جدا خلينا أول شي نعدل مفهوم موجود عند كثير من المستخدمين الإلكترونيات التقنية بالذات لما نتكلم على المواقع الإلكترونية إنه إحنا في المواقع الإلكترونية نبحث عن البضائر فبالتالي إحنا اللي هنشتري والبضائر اللي موجودة إحنا هنبحث عنها أيضا في نفس الوقت في عالم موازي كثير من الناس ما يعرف عنه هذا العالم الموازي إحنا في البضائر إحنا على هذه المواقع إحنا السلع التي يتم بيعها لمختلف المواقع خليني أوضح له لو دخلنا على أحد التطبيقات أو أحد المواقع حيبدأ هذا الموقع في صناعة ملف تعريفي لنا بأطباعنا بالأشياء اللي قاعدين نتصفحها وهذا الملف التعريفي يشمل نقدر نقول رغباتنا والتاريخ حقنا على هذا الموقع فبالتالي هذا الملف التعريفي هو قيد المزايدة والبيع والشراء لأن هذا هو منتج كثير من المواقع تستخدمه للبيع والشراء والربح ومن أهمها جوجل لو أنتم فاس وعن نضحها طيب خليني سألك هذا السؤال اللي دائما الناس واللي يقعدون في المجالسة والدواوين لا نظرية المؤامرة دائما موجودة هل إحنا بالفعل جزء من مؤامرة بأنه يتم التنصة على هواتفنا يسمعون جوجل يعرف إحنا وين رايحين من غير لا نقول له في الموضوع؟ مية في المية السؤال هذا صحيح ولكن الإجابة عكس ما يتوقع الناس هل السماع موجود من خلال الصوت ويعرف إيش إحنا قاعدين نبغى من خلال الأصوات هذا أمر جدا مستبعد في محركات البحث وقليل من الناس اللي انفعل خاصية في العالم العربي قليل من الناس اللي انفعلين خاصية التعرف باللغة العربية وبالتالي يصير كلامهم والأشياء اللي يسووها تنتقل إلى منتجات واقتراحات موجودة على المواقع المختلفة اللي هم يتصفحوها ولكن في أمر ثاني مهم هو اللي تغافل عليه أو يمكن ما انتبه له بعض الناس لو تكلمنا على المثال حق الشراء وإحنا قاعدين في المجلس والديوانية على قولتك وبعدين نلاقي أنه طلعت لنا نفس الاقتراحات الأفراد لما يجتمعوا في موقع جغرافي واحد هذا الموقع الجغرافي يتم وضعه كنقطة مشتركة ما بين هذول الأفراد فإن أحد منهم بحث عن منتج طبيعة الحال أنه كل اللي اشتشاركوا هذا الموقع الجغرافي فيه فرصة أنهم أيضا تكلموا على نفس هذا الأمر بعد ما صار نقدر نقول موضوع الكلام والسوليف تظهر لهم هذه الإعلانات فالموقع الجغرافي هو نقطة أساسية في مسألة ظهور الاقتراحات وأنه جوجل قاعد يعرف إحنا نش قاعدين نتكلم عليه أحيانا في الصوت باللغة الإنجليزية وبعض المصطلحات إن كان مستخدمين الأجهزة نفسها مفعلين خاصية التعرف على الصوت نعم بعضها بيتم استخدامها لتطوير الأبحاث والتقنيات من خلال شركات زي أبل من خلال جوجل ويمكن يتم استخدامها في الترويج للبضايع ولكن الموقع الجغرافي هو الشيء الأساسي الذي من خلاله يتم اقتراح أشياء أو اقتراح أصدقاء لنا على الفيس سبق والتقينا فيهم ولو لخمس دقائق طب فيصل كيف نستطيع أن نوقف هذه الخاصية اللي هي البوبوبس أو الإعلانات هذه التي تطلع كل شوية في المواقع حتى في السوشيال ميديا تكون موجودة صحيح لو تكلمنا على أول التطبيقات التي نستخدمها هو مجرد البحث عن موضوع حرف A-D مع بعض اللي هم آد إعلان وبعدين ستلاقوا يطلع لكم بحر من الاقتراحات مهما كان نوع جوالكم الذكي أو حتى الكمبيوتر اللي أنتم قاعدين تشتغلوا عليه سيبدأ يطلع اقتراحات كثيرة الاختراحات ستلاقوا عليها أيضا تقييمات ليش ما حددت نوع واحد من التطبيقات لأنه تعتمد على الموقع الجغرافي بعض التطبيقات بتكون أفضل في بعض الدول العربية وبعض التطبيقات أفضل في بعض الدول الأخرى فبالتالي شوفوا تقييم التطبيق ومنها تقدروا تختاروا التطبيق الصحيح الأمر الثالي اللي قدرنا نسويه مو كل ما فتحنا على موقع نحط موافقة على الشروط لو فتحنا وشفنا تفاصيل الشروط هي مشاركة الموقع مشاركة صحيح الكوكيز اللي هو الملف التعريفي الكوكيز فالكوكيز هذه من أكبر الأشياء اللي يتم المتاجرة فيها وخلنا نوضح شيء مرة بسيط الاحين كل واحد مننا عنده كوكيز مختلفة عليه حلو؟ فالكوكيز مثلا عندي التقنية والكوكيز اللي موجودة عندكم كل واحد مثلا بين الأزياء وبين نتكلم على السيارات على سبيل المثال دخلت أنا على موقع الكوكيز حقتي صارت قيد المراهنة ما بين الناس اللي بيعرضوا منتجات التقنية وأيضا الكوكيز حقتي الأزياء مضاربة أسهم عليها ما بين المواقع اللي بتعرض الأزياء ونفس الأمر على اللي بيعرضون السيارات وإكسسوارات السيارات اللي يدفع أكثر للحصول على وقتي بأنه يظهر لإعلانه هو الرابح وبالتالي هو اللي حيدفع المال وجوجل حيجن المال من عملية المزايدة والمضاربة اللي صارت فأول شيء الكوكيز نوقفها هذه الكوكيز اللي من خلالها يتم تعرف على كل شيء الأمر الثاني في تطبيقات مساندة زي آد بلوكر آد ستابر أي حاجة فيها آد واتخاذ قرار والأمر الثالث فعليا ما نكبر الموضوع عجبك الشيء يشتريه عقده تاردوك على الشيء اسحب عليه وما عليك منه يعني الواحد ما يعتبر نفسه محور الكون والنظم المؤامرة كبيرة تحاك عليه طيب هذه بس بكلمات أخيرة فيصل هل من الممكن من ضمن الإعدادات سواء على الموقف على الموقع أو حتى من خلال الجوال من غير ما أضيف برامج أخرى هل ممكن أوقف هذا الشيء ولا لا بالضبط يمكنك تدخل إلى تعريف التطبيقات أو الإعدادات المتقدمة في التطبيقات سواء جوالك آيفون أو أندرويد وبعدين تفتح على تطبيقات التسوق الإلكتروني تمنع عنها مشاركة المعلومات وفقط وهذه بكل بساطة من هالمواقع ستلاقي أحد يأذيك بعدما تخلص منه يعطيك ألف عافية فيصل السيف مختص في أخبار التقنية شكرا جزيلا لك شكرا